موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج مستقبل وطن العنصرية دين فاشي تعتنقه الإمام وتؤمن به ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية وأدواتها السلالية ومرض عضال يتفشى في جسدها الخاطئ الكاذب وأنانية قبيحة تسكن أوهامها الموبوء بالتعالي والاستفاء والخطيئة ووباء كارثي اجتاح اليمن منذ أن قدم الهالك الرسي إلى صعدة محملا بطاعون العنصرية والجريمة والخرافة متدثرا بأكاذيب وتدليس وانحرافات تتصادم أولا مع روح الإسلام ومع الفطرة الإنسانية السليمة وفي الوقت الذي يحارب العالم بشراسة أي أشكال من أشكال العنصرية تحاول الحوثية استعادة تاريخ الإمامة الملطخ بالسوء وفق ممارسات عنصرية تستهدف الفطرة الإنسانية وتدمر اليمن وبنيته المجتمعية وتزرع نبتة شيطانية تسعى للعودة باليمن إلى عصر ما قبل الدولة وإلى عصر الخرافة والإرهاب والجريمة والاستعلاء والاستفاء العنصرية دين ميليشيا الحوثي الإمامية الخاطئ هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الباحث والكاتب السياسي محمد المحيميد ينضم إلينا عبر السكاي مرحبا بك سيد محمد مساء الخير عليك أخي الكريم وعلى المشاهدين الكرام نستأذنك أستاذ محمد المحميد قبل أن نشرع في حلقتنا لنتابع هذا التقرير حين تتابع العنصرية عن العنصرية يكون الناتج منشورات وتغريدات حوثية وكتابات تجملها على وجه القبيح للعنصرية الحوثية التي لم يمر على اليمن ما هو أسوأ منها عرف اليمنيون الحوثيين عنصريين حتى النخاع لكن ما تكشف عن عنصريتهم بعد انتفاشتهم الشيطانية فاقت صورات أكثر الناس تشاؤما وتخوفا من الأناء الشيطانية المتحكمة بالميليشيا نسفت الحوثية مبدأ المساواة الذي يقوم عليه الإسلام وتتعايش على أساسه الإنسانية لينحصر التفوق المزعوم وفقا لأكاذبهم في سلالة بعينها يسمى كل من يمتمي إليها سيد فيغضو بقية الناس في مقابله عبيد وأخطر من ذلك حصر الشرف في نساء سلالة بعينها تسمى كل امرأة منهن شريفة عنصرية السلالة وادعاؤها الحق الحصري لحكم الآخرين وما شهده المجتمع اليمني من إجرام مثل التطبيق العملي لما تؤمن به العصابة العنصرية حيث استباحة الدماء ونسف البناء وارتكب كل عيب أسود حتى بحق النساء كل ذلك يخفي خلفه عنصرية أخرى داخل العصابة ذاتها وبما يشمل القتل والأموات وهي عنصرية ترتفع بعض الأصوات من مؤيدي الحوثي من فترة لأخرى شاكية ما حل بها رغم تضحيتها في سبيل المشروع الطائفي لا لشيء إلا لافتقارها للنسب المطلوب يعني أحق أبوكم اليمن؟ أنا أمسك قسم أنا أمسك قضاء أنا أمسك الضيبة أمسك حاجة قصة أنني أنا من آل برام الدين فما أنشتي أمك تصريحات لا يلبث المخدوعون الذين ظنوا أن بإمكانه منتقاد السلالة أن يكتشفوا أنهم واهمون وأن العنصرية التي تتحكم بالعصابة توجب سحل من يتجرأ على رفع رأسه أو أن يخرج معتذراً واضعاً حذاء الحوثي فوق رأسه جهداتنا هنا بحذيهم هي إذن العنصرية الأسوأ التي شهدها التاريخ وأسوأ ما فيها أنها تنسب إجرامها لله والدين وتلك جريمة أدرك خطرها ثوار سبتمبر ليخلد ثاني رئيس لجمهوريتها الوعي الثوري بخطر العنصرية السلالية ليس في الدين سيد ومسود فاقرؤوه وحققوا قرآنه إن دين الإسلام دين التساوي ليس فيه تعظم واستهانة لا تقول سيدي لشخص ومن ينطق بها فاقطعوا بحد لسانه شكراً للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير وأكرر الترحيب بضيفنا في هذه الحلقة محمد المحيميد الكاتب والبحث السياسي مرحباً بك محمد هل العنصرية جديدة على هذه العصابة وعلى هذه النبتة التي جاء بها الرسي في القرن الثاني الهجري إلى اليمن في الحقيقة فإن الشعب اليمني نصاب بمصيبة عظيمة وفريدة في العالم اليوم ولا يكاد توجد أمة اليوم على وجهها البسيطة يحكمها أو يحاول أن يحكمها من يدعي أنه من نطفة نبوية أو من نطفة طاهرة وغيره لا يستحقون مثل هذا الشرف الذي يزعمه لا يوجد أمة عليها مثل هذه المصيبة سوى الشعب اليمني الشعب اليمني الذي أبتلي بهذه العصابة وبهذه السلالة وبهذه النزعة الشيطانية التي عنوانها أنا خير منه عنوان شيطاني عنوان يدعي أن كل منتسب لهذه السلالة أو لهذه الأسرة هو أحق بالحكم أحق بالسلطة أحق بالثروة ومن لا يؤمن بهذه السلالة حاكما وسيدا عليه فهو كافر حلال الدم والمال والعرض للأسف الشديد هذه العنصرية فريدة وهي أشد أنواع العنصرية لأنها تزعم أن هذا هو قانون السماء وأن هذا هو قانون الله الذي من لا يطبقه فهو كافر مخلد في النار يعني يستحق الإعدام وهو حلال الدم والمال والعرض في الدنيا ويشتحق الخلود في النار يوم القيامة هذه فكرة الشيطانية إلى أي طبعا موروث تستند إليه هذه العنصرية بينما الإسلام الذي ساوى بين علي القراشي وبلال الحبشي وصهيب الرمي من أين أتوا لنا بهذا الدين الفاشي هذا مذهب إبليش وآدم ما زار في الجنة عندما قال أشجد لمن خلقت طينا وعندما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذا هو المنطق الشيطاني أما القرآن الكريم فقد قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أفقاكم إن الله عليم خبير وقال وما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان من حكمة الله عز وجل أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم بلا أبناء ذكور وبلا أولاد ذكور لألا يأتي يوم أحد هؤلاء الذكور ويدعي أنه أحق بوراثة هذا النبي أو بوراثة الملك من بعد رسول الله الذي لم يكن ملكا وإنما كان رسولا ونبيا للعالمين ورحمة للعالمين وعاش عبدا لله ومات على ذلك ثم يأتي اليوم من يحاول أن ينتسب لهذا الرسول العظيم كذبا وزورا ومهتانا هم لا ينتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا وجدت أحدهم يسرد نسبه الدعي فإنه ينسبه إلى أن يصل إلى عند الحسن ثم لا يقول علي بن أبي طالب بل ينحرف باشرة ويقول الحسن ابن فاطمة ابن بنت رسول الله وهو في طول السلسلة ينتسب إلى آبائه هذا الدعاء وهذا بهتان وهذا زور عظيم وليس من الإسلام في شيء الإسلام من أول لحظة وهو ينبذ العنصرية في آيات كثيرة وأيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه نبتة شيطانية والدعاء شيطاني ابتل بها الشعب اليمني من بين شعوب العالم إذن يعني مدام وهذه نبتة شيطانية وانحراف للفطرة يعني كيف استطاعت هذه الميليشيا أن تستجر الكثير للوقوع في هذا الفخ وفي هذا المستنقع كيف استطاعت الميليشيا بعد خمسين عاما من الثورة اليمنية التي جاءت لمناهضة ومحاربة وأيضا إطفاء نار هذه العنصرية الجهل السلاح الجهل هو السلاح الأول والأكيد الذي يستخدمه كل صاحب فكر سيء وكل صاحب فكر شيطاني لينشر أفكاره الخبيثة لا يمكن أن يتقبل هذه الفكرة العنصرية المقيتة إنسان متعلم إنسان يعني لديه قليل من العقل قليل من الحكمة قليل من التفكر لا يمكن أن يقبل أن يكون عبدا لغيره لقد خلق الله الناس أحرارا الفطرة الشوية ترفض أن تكون عبدا ولكن مع وجود الجاهل ومع تجهيل الناس للأسف الشديد في المناطق التي اتشر فيها الفكرة الحوثي وهذه أيضا كانت من سيئات ومن سلبيات الحكم السابق أنه لم يعلم الناس في تلك المناطق ولم ينشر فيهم التعليم بل على العكس كرس الجاهل وكرس الأمية فجاء من غرس فيهم هذه النبتة الشيطانية واستثار فيهم التاريخ العنصري ثم استخدمهم للأسف الشديد في قتل وحرب الشعب اليمني ولكني أقول لك أنه في عصر العلم اليوم وفي عصر المعلومة وفي عصر التقنية وفي عصر النور والتنوير لا يمكن لهذه العسرية ولهذه النبتة أن تستمر ولكن أنت قلت في أن الجهل لكننا رأينا أساتذة جامعات وربما أناس تعلموا في أرقى الجامعات ليس الوطنية وإنما العالمية تحولوا هؤلاء إلى بيادق ورايات للعنصرية السلالية الإمامية هؤلاء هم عباء إما أنهم ينتمون إلى هذه السلالة المقيتة وبالتالي من مصلحتهم أن يصطفوا إلى جانب عبد الملك الحوثي ومن شابهه لأنهم يحققون من هذه العنصرية ومن هذه النزعة المكاسب السياسية والمالية ويعني المكانة الاجتماعية الكبيرة فهم إما ينتمون إلى هذه السلالة وللأسف الشديد أننا نجد كثير من من ينتسب إلى هذه السلالة وكثير منهم يعني يدعي زورا أنهم من هذه السلالة وليس من هذه السلالة وعلى فرض أنهم من هذه السلالة فليس له فيها مزيو كما قلنا فيعني كما قال الله عز وجل دميع الناس أصلهم من تراب وأصلهم من آدم وأصلهم من نطفة كذرة يعني لا يوجد لأحد فخر على آخر ومع ذلك الرابط الوحيد بين من ينتسب إلى هذه العصابة إما أنه ينتسب إليهم بالنسب أو بالجهل بالجهل وهذا نجده للأسف من بعض أبناء القبائل اليمنية الذين لا ينتسبون إلى هذه السلالة ومع ذلك هم وقود حروبهم ووقود معاركهم وهناك طرف ثالث أو سلث ثالث وهم المنتفعون والمرتزقة الذين يعني ينتسبون إلى هذه العصابة أو يعسكرون معها من أجل المادة ومن أجل المصلحة لكني أقول لك أن الشعب اليمني لن يقبل اليوم كما لم يقبل في الخمسينات وفي الأربعينات وفي الستينات في عصر لم تكن فيه المعلومة متاحة للجميع والعلم متاح للجميع بكهانوت الإمامة وبعنصرية الإمامة فإنه اليوم في القرن الواحد والعشرين وفي عصر السماوات المفتوحة وفي عصر الإنترنت فإن هذا الشعب لن يتم تجهيله مرة أخرى ولن يقبل بهذه العصابة أبدا مهما ظن عبد الملك الحوثي وعصابته أنهم قادرون على تأتيم يعني أو على غلق أو منع صور المعلومة أو العلم إلى الناس من أكباعهم فإن النور سيصل إليهم حتما يعني محمد محمد المحيمين لا تنتهي إلا بالقضاء على هذه النبتة الخبيثة إذا ما نظرنا إلى الجذور إمكانية يعني عودة يعني حتى عودة هذه النبتة الشيطانية إلى الواجهة هل تعتقد أن الجمهورية أخطأت التقدير في حقيقة هذا المرض هذا الوباء هذا الفيروس هذه النبتة الشيطانية التي بدأت بدأت تتسرب وتستعيد حضورها الخبيث في المجتمع اليمني هذا يقينا فإن الجمهوريين للأسف الشديد بعد المصالحة في عام سبعين يعني تم الدمج بين بقايا النظام الإمامة مع الجمهورية وتكون نظام هجين لم يكن جمهوريا فالصا بل إنه كان في المناطق مناطق صعدة وبعض مناطق حجة وبعض مناطق عمران كانت رؤوس هذه السلالة الخبيثة تأخذ الزكاة من المواطنين بعيدا عن الدولة وكان برضا وعلم الدولة وكان بعض هذه الشخصيات يحصلون على التمويل من الدولة للأسف الشديد وأما في السبعينات وفي الثميانينات أما مع مطلع التسعينات فإن الحقيقة الدامغة أن نظام علي صالح هو من رعى الشباب المؤمن تنظيم الشباب المؤمن واعتمد له ميزانية من الرئاسة ورعاه وحتى مطلع الألفية وبداية الحروب ضد الحوثيين فإنه باستثناء الحرب الأولى التي كانت جادة وانتهت بمقتل حسين بدر الدين الحوثي فإن الحروب الأخرى كانت حروبا عبثية أشبه بالتدريب لهذه العصابة وكان كلما اترب الجيش اليمني من القضاء على هذه العصابة يتم إيقاف تلك الحرب ويستعيد الحوثيون قوتهم وقدراتهم ويفتكون بأبناء المناطق التي احتضنت الجيش الوطني وبالتالي كان مع الوقت كأن هذه الدولة أو كأن ذلك هو من يربي هذا السعبان حتى حصلت الثالثة من يتحمل أمام هذا الوباء الذي اشتاح بعض مناطق محافظات اليمن من يتحمل جناية تمدد هذا الوباء هذه العنصرية هذه السلالة الخبيثة نحن طبعا نتذكر تلك النخب التي كانت تبشر بالقوى الفتية والتي ساندتهم في ابتلاع الدولة وأيضا في اشتياح عمران ثم صعدة ثم عمران ثم صنعاء حتى وصلت إلى السواحل أبيا وشبوة من يتحمل هذه الجناية؟ الحقيقة أننا كلنا شركاء في هذه الجريمة ابتداءا بالنظام السابق بشقيه السلطة والمعارة الذين كانوا كما قلت لك يعني الحروب العبثية التي كانت السلطة تغذي هذه الفكرة الشيطانية بالمال ودعم المراكز والمعاهد التي تغذي هذه الفكرة الشيطانية حتى في قلب صنعاء نحن نتذكر جميعا أن مركز بدرة تابع للمحطور كان في قلب العاصمة صنعاء وكان مدعوم من السلطة فالسلطة في النظام السابق كانت تغذي هذا الفكر وتدعم هذا الفكر هل غذته يعني بدافع التوازن أم أنها غذته بدافع تعزيز هذا المرض؟ الجهل هو الجهل بخطورة هذا المشروع ما كان يدفع الجميع السلطة كانت تغذي من باب أنها تريد أن ترقص على رؤوس الثعابين وهي دعمت الزيدية والسلالية ودعمت الصوفية ودعمت السلفية ودعمت جميع مثل هذه التيارات وفي نفس الوقت الأحزاب المعارضة أيضا كانت شريكة في هذه الجريمة وابتلنا نرى أنها في الحروب بالشتة كانت أحيانا تصدر بيانات تضامن مع عصابة الكوثي وأن هذه العصابة مظلومة رغم أنها عصابة متمردة على الدولة إذن الكل سركاء في هذه الجريمة ثم أتت ثورة فبراير وتم للأسف الشديد بسبب المظالم أو الفتح الذي حصل لشباب الثورة رحب سباب الثورة بهذه العصابة رغم أنه كان يجب أن لا يتم الترحيب بهم ولا بفطواتهم على الإطلاق وحصل مؤتمر الحوار الوطني وقبل الجميع بكل أسف أن يمثل عصابة الحوثي 35 عضو كأنهم حزب سياسي رغم أنهم لم يضعوا السلاح وهذه كانت جريمة كبرى من جميع القوى السياسية الذين شارثوا في مؤتمر الحوار الوطني ثم بعد مؤتمر الحوار الوطني حصل زحف الحوثيين وقبل الجميع بترحيل أهل دماج يعني ظلما وعدوانا وكان ذلك بداية النسبة لجميع اليمنيين ذلك الترحيل ما كان إلا بداية النار التي انتشرت في اليمن كلها وترحل بعد ذلك بعد السلافين كل اليمنيين من مناطقهم إذن الكل اشترك في هذه الجريمة ولو أن هذه العصابة بنعت من ترحيل أهل دماج لما واصلت طريقها باتجاه كتاف وعمران حتى وصلت صنعاء وعندما وصلت إلى عمران أين كيف كان الجميع تتفرج وكانت الدولة للأسف الشديد ومن أعلى هرمها تتفرج على هذه العصابة وهي تحاصر العميد الخسيبي رحمه الله ومن معه من الجنود في عمران وكان وزير الدفاع يومها يتخذ موقف الحياد في خيانة واضحة ثم بعد سقط عمران استفرج الجميع على الحوثي وهو يحاصر صنعاء عدة أسابيع يعني بتجمعات مسلحة وكان الجميع يتخذ يعني إما مواقف مواربة أو داعمة للحوثيين وبعد أن دخل الحوثي أسقط صنعاء لا بد أن أكمل وبعد أن دخل الحوثي صنعاء وأسقط صنعاء كان لعلي صالح دور كبير في تشهيل إسقاط صنعاء وأيضا تم توقيع اتفاق السلم والشراكة وكانت هذه جريمة أخرى وتم القبول بحكومة بحاح تحت رماح الحوثيين ثم بعد ذلك صالح تولى المهمة الكبرى وشهل للحوثيين الطريق في كل واد وقرية حتى أوشرهم إلى عدم إذن يعني جنايات متعددة يتحملها الجميع ولكن نحن أمام كارثة صارت حقيقة هذه الكارثة تتمثل في مناطق محتلة من قبل هذه الميليشيا يتشرب فيها الجيل فيها كل أنواع العنصرية يتعرض فيها اليمنيون لكل أنواع الإهانة والتعالي والاستعباد ما هي الصور صور العنصرية التي تمارسها الميليشيا الحوثية اليوم بحق اليمنيين وخاصة في مناطق سيطرتها سأعود إلى هذه النقطة لكن يجب أيضا أن أذكر سببا آخر شريك في هذه الجريمة وهو المجتمع الإقليمي والدولي فقد ساهم بكل صراحة وأنا أقولها بكل صراحة كثير من الأطراف الإقليمية والدولية في وصول الحوثيين إلى ما وصلوا إليه وكان ذلك تحت مزاعم محاربة الربيع ومحاربة الأخوان وتم دعمهم بالمال والسلاح بل أن الأمريكي هو من ضغط من أجل إدخال الحوثيين في مؤتمر الحوار بتلك القائمة من 35 عضو وكذلك الدور البريطاني لا يمكن إغفاله وأنا أتذكر وأذكر للمشاهد الكريم أن حسن زيد وهو القياد الحوثي الكبير نشر منشورا ذكر فيه تفاصيل عن اتفاقه مع السفيرة البريطانية في صنعاء وكيف سيسكتونه صنعاء وأن الهدف وأنه تم الاتفاق مع البريطانيين وغير البريطانيين على السماح للحوثيين بدخول صنعاء وإسقاط ما سماها الفرقة وجامعة الإيمان ثم بعد ذلك تم تشكيل حكومة ثم بعد ذلك حسن زيد دعا أنه تم اختراف حسابه في صفحة الفيسبوك وحذفها الشاهد أن مثل هذه الأحداث لا يمكن أن ننساها ولا يمكن الشعب اليمني أن ينساها في هذا الزمن أما ما هي صورة عنصرية فصورة عنصرية كثيرة جدا وهي معلومة مشاهدة أولها أن عبد الملك الحوثي هذا الإنسان القبيع الجاهل الغير المتعلم الذي ربما لديه شهادة سادس ابتدائي لا يظهر إلا ويسبق اسمه بكلمة السيد هذه الكلمة التي توحي أن كل من دونه هو عبد له هذه الكلمة هي أشد يعني وقعا على الأحراب من السيوف ومن الرصاص كل من لديه كرامة لا يقبل أن ينادي أحدا سيدا أو أن يسمي أحدا سيدا عليه فهذه أول وخزة وأول طعنة في قلب كل حر لا يقبلها وهي أول مظهر من المظاهر عنصرية هذه العصابة وقياداتها ثم بعد ذلك نأتي إلى ما يمارسونها على الأرض نرى أن منهم القناديل والزنابيل وهذه ليست تهمة وليست دعاية عليهم بل حقيقة وآخر ما يفعلونه في هذا الباب ما تواثر أن عصابة الحوثي في جائحة كورونا هذه الأيام خصصت المستشفيات وخصصت مستلجمات يعني علاج كورونا من أجهزة التنفس الصناعية وآدوية في فندق مفنبيك وهي مخصصة للهاشفين فقط للأسفل دون المواطنين الآخرين دون تمركت تركت المواطنين الآخرين أن يموتون في بيوتهم أستاذ محمد دعني أنتقل إلى الدكتور ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد دكتور أحمد عطية تحدثت أنت كثيرا في لقاءات منشورات أيضا في الكثير من المحافل عن مخاطر هذه العنصرية التي تدعي وتتدثر بها الميليشيا الحوثية الإمامية ما هي المخاطر التي المحدقة على المجتمع اليمني قيميا اجتماعيا ودينيا من هذا الادعاء وهذا الوباء شكرا جزيلا لك أخ محمد ولضيفك الرائع المحميد هذا الموضوع كان المفترض أن تتم له حملات قوية من كل وسائل الإعلام لأن هذه مشكلتنا مش في اليمن فقط مشكلتنا في العالم كله ولا أدل على ذلك ما يحصل اليوم في البلد الذي يدعون بأنه الأول ديمقراطيا ولكن الديمقراطية هذا ذابت في الصملح في 24 ساعة عندما خرجت فئة من الناس ذو بشرة سوداء يطالبون بحقوقهم للأسف الشديد الله عز وجل لما خلق البشر خلقهم من ذكر وأنثى فقط لم يقل لهم أنثاب ولا أحساب ولا مناصب ولا منازل ولا شيء هذا هو التصنيف البشري بل والتصنيف الإلهي لبني آدم وأنا تعجبت من تغريدة العزي التي حربت موها في التقرير فما أجي التواب لا إلا المثل يقاير رمتني بداية وانسلت آخر من يتكلم عن العنصري هم الحوثيون فإن من يؤسس قيام دولة على أساس طائفي أو أساس مذهبي أو عرقي أو نسبي هو أكبر داعي العنصرية وأنا أقبل منك يا أخ محمد أو من أي شخص من المستمعين المشاهدين الكرام أن يقول لي بأنه أفضل مني في مستواه العلم أقبلها أو مستواه التجاري أقبلها أو يعني صورته أو جماله أفضل من جمال صورتي أقبلها طبيعي جدا أقول هكذا خلقك الله هكذا خلقني أو يقول أن حاصل على دكتوراه أو حاصل على درجة العالمية أو أقبلها لكني لا أقبل أن يقال لي بأن دمي غير دمك أنا دمي خلقها الله خلق آخر وأن دمك خلقها الله خلقا آخر لأن الله يقول في القرآن يا أيها الناس إنا خلقناكم من دخل مؤنثة هذا المقياس وجعلناكم شعوبا وقبائل هذا المقياس الثاني لماذا يشمع عطية لماذا يشمع ضبياني لماذا يشمع المحامين لماذا يتسادي المسميات فقط لنتناده بها ويدعو بعضنا بعض الآخر ولنعرف بها فقط لتعارضوا لكن لم يكن في ميزان الشرع التمييز العنصري أو التفريق ولهذا لما جاء رجل من بني بياضة قبيلة من العرب كان عندهم رجل حجام ومعلوم أن الحجامة مهنة يمتهنها البعض للحصول على لقمة العيش وقال النبي عليه الصلاة لم يابني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا منه يعني تزوجوا منه وزوجوه وبلال بن رباح تزوج أخت عبد الرحمن ابن عوف القرشي وعشام ابن زيد تزوج فاطمة ابن تقيس الفهرية القرشية وزيد ابن حارث تزوج زينب ابن تجحش فلما قضى زيد منها وطر انزوجناكها وكان النبي هو الخاطب وهو العاقد الذي عقد لها ولم تذكر امرأة وزوجها وعقدها في القرآن إلا عقد زينب هذا يدل على ماذا يدل على أن الإسلام داش هذه العنصرية تحت قدمه وفي حجة الوداع قال النبي أمام أكبر محسل إسلامي كبير على صعيد عرفات قال لا إن دماء الجاهلي موضوع كله وأول دم من أضعه اليوم دم ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ألا وإن دماء الجاهلي موضوع كله وأول ربا أضعه ربان ربا عباس بن عبد المطلب يريد أن يعطي للناس رسالة على أن القدوة وأنا المعصوم من الخطأ وأنا الذي نزل علي جبريل أدوس اليوم هذه العنصرية بكل أشكالها إذا كانت بالنسب أو بالمال أو بالجنس أو باللون أو بالعرق أو بأي صنف يستطيع الإنسان أن يدعي العنصرية عبره شكرا لك الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد سيد محمد المحيد أستأذنك للذهاب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حلقتنا لهذه الليلة والتي نخصصها عن العنصرية دين الميليشيا الحوثية الإمامية الخاطئ ابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام إلى برنامج مستقبل وطن والذي نناقش في هذه الحلقة عن عنوان العنصرية دين الميليشيا الحوثية الإمامية الخاطئ نستضيف فيها الأستاذ محمد المحيميد الكاتب والباحث السياسي أهلا وسهلا بك من جديد أستاذ محمد المحيميد يعني إذا ما نظرنا أو إذا ما ركزنا على خارطة هذا هذا الوباء وهذه العقيدة المنحرفة القائمة على الاستفاء والاستعلاء والاستعباد والعنصرية يعني ما الذي جعل أناس ونخب وقيادات كان آباؤها مناظلون ضد العنصرية الحوثية والإمامية منذ يعني في عهد في ثورة سبتمبر ما الذي يجعلهم لكي يرتدوا عن نهج آبائهم ويتحولوا إلى أداة قدرة ورخيصة لهذا المشروع في البداية أنا أشكرك على مدافرة القاضي والدكتور أحمد عطية والذي قيمة بالفعل وهو دائما يعني يشعدنا ويتحفنا بتغريداته ومقابلاته الرائعة أما شؤالك أخي الكريم فأنا أقول لك أن نوح عليه الشلام وهو نبي كفر به ابنه وكفرت به زوجته وبالتالي فهذه يعني ليست بدعة في أن يأتي الأب أو الإبن مخالفا لقيام أي أحد منهما وليسوا بحجة على أحد الحق هو الحجة وليس الأشخاص ثم أن هناك أسباب كثيرة ربما أن مثل هذه السلالة استهدفت هذه الأسر وأبناء هذه الأسر المناظلة منذ طفولتهم وبالتالي أثرت فيهم وكان أن قطفوا ثمار ذلك التأثير الآن وربما أن هناك التهميش الذي حصل لبعض أبناء أولئك المناظرين في النظام الشابق أيضا أدى أن انتقموا بهذا الشكل أن يرتموا في حضن أعداء الجمهورية وأعداء أبائهم ممن ناضي أبائهم ضدهم إذن هناك أسراب كما يمكن أي باحث أن يتتبعها وأن يصل بها إلى نتيجة ولكن كما قلت حقا حقا أن يتبع بغض النظر عن الأشخاص وبغض النظر عن الهيئات يعني إذا ما نظرنا يعني ما الذي يجعل يعني دكتور جامعي استاذ جامعي دبلوماسي درس وتعلم ونهل من خير هذه الجمهورية وهذه الدولة يتحول إلى مجرد عبد لدى معتوه لا يملك حتى شهادة ابتدائية يعني ويتحول هذا الشخص وهذا الكائن إلى سيد له يعني أي انحراف حتى انحراف ليس سياسي هذا انحراف فطري أنا ممكن أذكر ثلاث أو أربع نقاط في هذا إما أنه ينتشب إلى هذه الشلالة وهذا الشبب معلوم ومعروف ومبرر لدينا على الأقل بأنها يعني تعصب سلالي السبب الثاني الجهل وأحيانا قد يملك الإنسان الشهادة ولا تساوي قيمة الحبر التي كتبت لهذه الشهادة وعبارة عن كرتون يعني فوق رأسه والوعي هو أهم من الشهادة العلمية أحيانا الإنسان يكون لديه شهادة عالمية لكن ليس لديه وعي وهذا نقطة مهمة جدا أيضا أحيانا الوعي الديني يعني التعبئة الدينية الخاطئة لها تأثير كبير جدا فعندما تعبي أبناء منطقة معينة أن هذا دين أبائكم ودين أجدادكم الذين قاتلوا مع أبائي وأجدادي فإنهم للأسف الشديدة التعبئة الدينية يكون لها تأثير كبير جدا أيضا أحيانا الإرتزاق والبحث على المصلحة الآنية والعاجلة وأحيانا الكيد السياسي والأحقاد السياسية التي هي في قلوب كثير من اليمنيين وبالذات النخب وهي أحقاد كبيرة جدا ومستعدين كثير من هذه النخب ومن هذه الشخصيات أن يتحالف مع الشيطان مستعدين أن يتقبلوا بما يهدم المعبد على رؤوس الجميع وبما فيها التحالف مع الكوثيين نكاية في الطرف السياسي الآخر وهذا هو الذي أوصلنا إلى هذه الحال وهذه حقيقة يجب على الجميع أن يعترف بها ويجب على الجميع أن يراجع نفسه في هذا الباب وأن يتنازل للطرف السياسي الآخر الذي يؤمن بالمساواة ويؤمن بالجمهورية ويؤمن بالديمقراطية ويؤمن بأن الناس وأن جميع اليمنيين سواه أمام القانون وأن من حق كل يمني أن يصل إلى الحكم بالطرق السلمية وليس بالوصاية الدينية أو بالسلاح أو بالعنف كما يفعل عبد الملك الحوثي هذه هي بعض المبررات أنت تطرقت إلى أسباب يعني موضوعية يمكن أن تجعل هؤلاء ينحرفون يرتدون ليس عن الجمهورية ولا عن الدولة بل يرتدون عن الفطرة السليمة فيما يتعلق ب يعني كبح هذه المخاطر مخاطر تفشي هذا الوباء العنصري السلالي الإمامي هي مخاطر تتعدى المخاطر السياسية تتعدى إلى جانب بنية المجتمع السلم المجتمعي تتعدى إلى إلى طبعا إلى مستقبل أجيال لوطن لابد له أن يعيش بحرية بكرامة بعدالة بمساواة ما هي يعني كيف يمكن لنا كبح ويعني وقطع دابر هذا الوباء يجب أن ننوه أن كل من يتواطأ وكل من يتساهل مع هذه الفكرة العنصرية الخبيثة سيذوق يوما وبال أمرها وسيحصل على يعني سيصل به الحال أن يصل جرم هذه العصابة إليه حتى بعض هذا ليس وقد رأينا ذلك نعم وبعضهم لم يصل إليه بعد وسيذوقون من ويلات هذه العصابة وسيصل لهم حتى بعض الهاشميين المتعصبين اليوم للحوثية سيصل إليهم هذا ولو رجعنا إلى ثورة ثمانية وأربعين لرأينا أنه كان عبارة عن يعني جزء منها صراع بين الهاشميين أنفسهم هذه الفكرة العنصرية الخبيثة المذهبية السلالية الطائفية المناطقية التكفير هذه كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله ما يوحد الآن السلاليين ضد اليمنيين هو أن اليمنيين ما زالهم من يقاوم هذه السلالية لو لم يبقى إلا عبد المالي فالحوثي وأخيه وأخوه لو لم يبقى إلا هؤلاء الإثنان لقتتلا فيما بينهما ولقتل بعضهم البعض من أجل السلطة ومن أجل الحكم هذه الفكرة الجهنمية هي كالنار إن لم تجد ما تأكله أكلت نفسها يعني كيف نستطيع نحن اليمنيون مقاومة وقطع دابر هذه العنصرية حتى حتى نحمي وطننا نحمي مجتمعنا نحمي مستقبل أبنائنا من هذه النبتة الشيطانية كل شبل المقاومة مشروع للشعب اليمني ليتخلص من هذه العنصرية المقاومة العسكرية مطلوبة ومبررة وأنها واجبة على كل يمني المقاومة مقاومة الوعي الوعي يجب توعية الناس ويجب عدم التساهل مع أي فكرة مع أي يعني بذرة خبيثة تسهم في تغذية هذه العنصرية ويجب بث الوعي في الناس وعدم الركون على المؤسسات الرسمية كل إنسان يقول كلمة حق هو يساهم في وحد هذه العنصرية وفي مقاومتها يجب من خلال التعليم ومن خلال المناهج الدراسية ومن خلال المشاجد وخطباء المشاجد وهذا ما يقوم به الدكتور عطية مشكورا من توجيه دائما أئمة المشاجد في بث الوعي في أن هذه الفكرة الجهنمية الخبيثة هي خطر حقيقي على كل يمن وعلى أبنائنا وعلى أحفادنا في المستقبل إذن شبر مقاومة هذه العنصرية كبيرة ومتعددة من الكلمة الطيبة البسيطة إلى السلاح والمقاومة العسكرية وهي في تقدير أنها نبتة لا يمكن أن تنتهي إلا إذا هزمك عسكريا ثم بعد ذلك يتم تجريف منابع هذا الفكرة الخبيث المنابع المذهبية المنابع الفكرية لهذا الفكرة الخبيث وأيضا المنابع المناطقية لهذه الفكرة وحيث تتواجد وحيث تنشأ وتنبت نعم يعني نحن أمام يعني عقبة تمدد هذه النبتة وهذه العنصرية السلالية تحت لافتة الحوثية طبعا خمس سنوات وهي تمارس كل أنواع الإرهاب كل أنواع القتل كل أنواع التمييز والاستعباد تقتل وتبيد كل من يقف في وجهها هل تعتقد أن الدولة كمؤسسات وكرؤية قامت بواجبها حتى في المناطق المحررة التي من خلالها أو قامت بواجبها كمنصات كقنوات كأدوات وعي لأن أنت أمام كتلة بشرية سكانية هي الأكبر ترزح تحت سيطرة هذه العصابة السلالية الإمامية القامة الدولة بواجبها هذه العصابة مستمرة حتى الآن أن الشرعية وأن مؤسسات الشرعية لم تقم بدورها على أكمل وجه حتى الآن في جميع الجوانب يمكنك أن تقول كثير حتى الصباح مما يثبت ويؤكد أن هذه الشرعية ومؤسساتها لم تقم بواجبها على أكمل وجه لا على المستوى العقلي ولا على المستوى السياسي ولا على المستوى الإعلامي ولا على المستوى الثقافي ولا على المستوى التعليمي ولا على المستوى التعبوي هناك تراخي عجيب وهناك استثهال بل يمكن القول أن الشرعية وضعت كل بيضها في سلة التحالف وتحديدنا الشعودية ليقوم بكل هذا الدور وهي ليست معركة الشعودية في الأساس معركة ما نحن اليمنيين معركة الشعب اليمني معركة كل فرد يمني وحتى لو انتهى التحالف اليوم يجب ان يستمر اليمنيون في مقاومة لهذا المشروع حتى يتحرروا منه هذه معركتنا جميعا نعم سيد محمد عذرا للمقاطعة ينضم الينا عبر الهاتف اذا قبل ان ينضم الينا عبر الهاتف سمير الصلاحي طبعا اعود اليك اعود اليك سيد محمد يعني تعتقد ان الدولة لم تقم بواجبها ما السبب هل لان من يمثل هذه الدولة ليس لهم علاقة بمعركة اليمنيين وليس لهم اي اهتمام بمخاطر هذه السلالة وهذه المليشيا الامامية الطائفية ام انهم لا يوجد لديهم الامكانات اللازمة لمواجهة هذا الوباء وهذه العنصرية ما السبب الذي يجعل هذه الدولة مكتوفة يعني صماء بكما وربما لا تتحدث ولا تمارس اي فعل لرد هذه الهجمة العنصرية الشرسة التي تريد الحوثية ان تغير ليس عقيدة المجتمع وانما هويته ايضا هذا هو استمرار لماذا ذكرناه في مطلع الحلقة بان كثير من من اليوم هو في الشرعية وفي يعني مكان صنع القرافة الشرعية لا يعيب خطورة هذه الحركة الكوثية وان مقاومتها والقضاء عليها يتطلب جددا ويعني حثيثا ومستمرا ولا يتوانى لحظة واحدة في جميع الاتجاهات وفي جميع المجالات تجد ان الترافي هو الشماء الغالبة على الشرعية ومن فيها والركون كما قلت لك على الشعودية وعلى التحالف ومع ان هذه المعركة اليمنية خالصة وبالتالي يجب ان يتغير الجميع يجب ان يغير الجميع ابتداء من فهم الفكرة الحوثية والشلالية الخبيثة وكيف يمكن مقاومتها بالشكل جدي وحثيث الفكرة العنصرية مخاطرها وجرمها على المجتمع اليمني هي فكرة اعتقد واضحة ولكن ما هي الادوات التي من المحتمل او من الضروري ليس من المحتمل على الدولة اين هو دور وزارة الثقافة اين هو دور النخب السياسية والنخب الثقافية اين دور العلماء اين دور الصحفيين الاعلاميين النشطاء هي الفكرة العنصرية هي تنتهك وتمتهن كرامة الانسان وحقوقه قبل ان تكون قبل ان تستهدف هويته وعقيدته اصدقني اهل محمد انها ليست بذلك الوضع كما هي لديك ومدافلان وغلام من الناس ليست عند جميعه بالذات النخبة السياسية اليمنية بدليل ان كثير من هذه النخبة مستعدة حتى اليوم انها تفضل حوثي على الخصم السياسي الاخر الذي تختلف معاه حتى اليوم حتى اليوم النفس الذي حصل في 2014 وحصل من 2004 الى 2011 وكان هناك كائدات سياسية والحوثي يتوضل ويتشرب الى الشقوق هذه الموجودة بين الاحجاب السياسية حتى اليوم نجد ذلك النفس الكثير من الاطراف السياسية ولا استطيع ان احدد احد وانا امكن ان اعمم على جميع الاطراف السياسية بان بعض هذه الاطراف السياسية تفضل ان يبقى الحوثي جاثما على الشعب اليمني وحاكما عتى ان ينفرد او يستاثر بالحكم وقد رأينا تلك الاطراف وهي تبتهل ورأينا تلك الاطراف وهي تبتهج والحوثي يعتدي على مأرب هذه المحافظة وهذا اخر مثال ما حصل في مأرب ونهم والجوف ورأينا ان بعض الاطراف السياسية بدل ان تقف ضد الحوثي وتتضامن مع ذلك الطرف الذي خسر ذلك الموقع او تلك المنطقة لا تشمت بذلك الفصيل وبذلك التيارة وبذلك الشخ مكابل مكايدات السياسية والمستفيدة والحوثي اذا ما يعني قبل باختصار دقيقة اعطيك دقيقة قبل ان نغادر وايضا نكمل هذه الحلقة هل العنصرية ما هي مآلاتها امام الواقع الذي طبعا نحن امام يعني الوعي اليمني تعاظم خاصة الجيل الجديد الذي تجرع من هذا الوباء ومن هذه الميليشيا الامامية السلالية انا اقول لكل يمني ان امريكا وهي بلد الحريات وبلد الديمقراطية وبلد المؤسسات ما زالت عنصرية وهي عنصرية خفيفة جدا عنصرية لون او عرق مقارنة بالعنصرية الخبيثة التي توجد في اليمن العنصرية القائمة على ادعاء ان ذلك الشخص هو مختار من الله عز وجل ومن لم يؤمن به فهو حلال الدم والمال والعرض في الدنيا ومخلد في النار في الاخرة ان العنصرية هذه التي في امريكا ما زالت حتى اليوم تسبب المشاكل والمظاهرات والاحتجاجات ربما تقوم حرب اهلية في امريكا بسببها وسيظل الشعب اليمني يدفع كل فترة وكل عقد من الزمن وكل سنة فاتورة هذه العنصرية المقيتة ما لم يستأصلها من جذورها ويخذي عليها يعني قضاء مبرما وينتجع كل مستنقع يولد هذه الحسرات الفاسدة وحسرات الضارة التي تسبب الامراض او سببت الامراض لهذا الشعب طوال القرون من الزمن وما لم يتم استعصال هذا الفكر الخبيث بشكل نهاي فانه حتى لو هزمة الحوثية اليوم وانتشرت الشرعية وضحت صنعات فانه بعد عقد ستعود هذه النبتة من جديد انا اقول ان هذه النبتة يجب ان تقتلع بشكل كلي يعني بشكل كلي وكامل كامل اليمنيون يريدون ان يضمنوا لأحفادهم وابنائهم مستقبلا امنا وسليما وبعيدا عن هذه المآسي والاوجاع التي نعيشها اليوم الكاتب والباحث السياسي محمد المحميد كنت معنا عبر السكايب شكرا جزيلا لك وايضا اشكر من انضم عبر الهاتف الدكتور احمد عطية وزير الاوقاف والارشاد مشاهدي الكرام تبقى العنصرية دين فاشي لا علاقة له بالفطرة الانسانية ولا بالدين ولا بالقيم ولا بالاخلاق هو وباء ومرض ونبتة شيطانية علينا جميعا ان ننبذها وان نجرمها وان يتم محاسبة كل من يدعي هذا المرض شكرا لكم على حسن متابعتكم في امان الله اشتركوا في القناة